السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الأول من أكاديمية الميقات الإسلامية سنتعرف الآن إلى درس جديد في مادة الرياضيات ترتيب الأعمال اليومية من خلال هذا الدرس يا أول سنتعرف إلى مفاهيم جديدة وهي الصباح والظهر والمساء الصباح والظهر والمساء ننظر إلى هذه الصورة يا أول هذه الصورة ماذا تشاهد في هذه الصورة أحسنتم الجو يكون متفتح ننظر إلى الشمس الآن بداية ظهورها نلاحظ كيف تكون بعيدة وهي بداية ظهورها هذه هي أول الصورة تدل لدينا عند بداية ظهور الشمس هذه الصورة تدل على الصباح يدل على الصباح عندما تبدأ الشمس بالطلوع الآن تبدأ الشمس بالطلوع يكون الجو متفتح نسمع زقزقة العصافير يكون الجو هادئا هذا يا أول يسمى الصباح هذا الوقت يسمى الصباح ننظر إلى هذه الصورة نلاحظ كيف الآن الشمس أصبحت في منتصف السماء الشمس أصبحت في منتصف السماء هذا يكون يا أول وقت يسمى هذا الوقت هو الظهر هذا الوقت يسمى الظهر عندما تكون الشمس في منتصف السماء أيضا يكون الجو متفتح الآن هذا الوقت يسمى يا أول الظهر هذا الوقت يسمى الظهر إذن تعرفنا على الصباح الظهر ننظر إلى هذه الصورة هذه الصورة يا أول ننظر إلى هذه الصورة يوجد القمر ويوجد النجوم نلاحظ كيف الجو معتم هذا يا أول ماذا تسمى يسمى لدينا الليل يسمى لدينا الليل إذن يكون تظهر النجوم في السماء أيضا يظهر القمر يكون الجو معتم لأن هنا الآن الشمس غابت الشمس وظهرت الآن القمر والنجوم يكون هذا الوقت يسمى يا أول الليل إذن الصورة الأولى هنا تسمى الصباح نلاحظ كيف بداية ظهور الشمس تسمى الصباح أيضا الصورة الثانية الشمس تكون في المنتصف تسمى الظهر والصورة الأخيرة يا أول عندما يظهر النجوم والقمر تسمى الليل ونسميها أيضا عند بداية غروب الشمس تسمى المساء بعد أن تبدأ هذه الشمس بالغروب ويبدأ طلوع القمر والنجوم تسمى هذه الفترة المساء تسمى هذه الفترة يا أول المساء أما الليل يكون في منتصف الليل هذا يسمى هو الليل أحدد الوقت المناسب لأقوم بالأعمال التالية ننظر إلى الصورة الأولى يا أول نلاحظ كيف الشمس ننظر إلى الشباك هذه الشمس الآن ظهرت والبنت استيقظت من النوم الآن الإنسان متى يستيقظ من النوم يا أول؟ أحسنتم يستيقظ من النوم في الصباح الإنسان يستيقظ من النوم في الصباح إذن الوقت المناسب للاستيقظ من النوم نستيقظ من النوم في الصباح ننظر إلى الصورة الثانية هذه البنت تقوم الآن بحل واجباتها ما هو الوقت المناسب؟ هل هو يكون في الصباح أم في الظهر؟ أم يكون في الليل؟ أحسنتم يكون في الظهر يكون في الظهر هذه البنت تقوم الآن بحل واجباتها الفترة المناسبة لها تكون في الظهر الصورة الأخيرة يا أول البنت نائمة ونلاحظ كيف تكون القمر من الشباك القمر والنجوم موجودين إذن ماذا يسمى هذا الوقت؟ يسمى الليل أو المساء يسمى الليل أو المساء إذن هذه هي أول أعمال نقوم بهذه الأعمال هذه الأعمال يا أول تكون مرتبة دائما أعمال تكون مرتبة من الصباح حتى نصل إلى الليل بالتالي يا أول مثلا الآن أستيقظ من النوم هل الإنسان يستيقظ من النوم في الليل؟ لا الصباح وهو في ينام الإنسان يستيقظ الآن في الصباح يستعد لبداية يومه يوم طويل الآن في هذا اليوم الطويل نبدأ في الصباح ثم ننتقل إلى الظهر ثم أخينا في الليل الليل الله سبحانه وتعالى خلقه حتى يرتاح الإنسان فيه بعد تعب يوم طويل أيضا يا أول في الصباح التناول ماذا؟ أي وجبة من الوجبات الغذائية نتناول في الصباح أتناول وجبة الفطور هل الإنسان يتناول الفطور في المساء أو في الليل؟ لا دائما وجبة الفطور في الصباح في الظهر ما هي الوجبة التي أتناولها في الظهر؟ أحسنتم أتناول وجبة الغذاء وجبة الغذاء تكون في فترة الظهر العشاء أين تكون؟ تكون في المساء أو الليل المساء هو يكون قبل الليل أولا بداية يكون المساء ثم ننتقل إلى الليل والليل يكون للنوم والراحة وحدد الوقت المناسب لكل صورة ننظر هذه الأم لأن تعد هذه الحلويات مع ابنتها في أي وقت مناسب تقوم بها؟ أحسنتم في وقت الظهر دائما الأم تعد الحلويات تعد الطعام يقوم في فترة الظهر الصورة الثانية الآن تلعب يلعب الأطفال مع بعضهم في الحديقة أي وقت مناسب؟ هل إنسان يلعب في الصباح؟ أم في الظهر؟ أم في المساء؟ أحسنتم يلعب في المساء الآن بعد المساء ويوم طويل ماذا يأتي؟ يأتي لدينا الليل وهو حتى نرتاح وننام فيه إذن يا أول لدينا في طيلة اليوم ثلاثة أوقات في الصباح ثم ينتقل فترة الظهر وقت الظهر ثم أخيرا يكون هو المساء المساء أو الليل نفس الإشي نقول المساء أو الليل إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم سأقوم الآن بحل كتاب الطالب ثم كتاب التمرين لدرس ترتيب الأعمال اليومية نبدأ في كتاب الطالب صفحة 67 أكتب الأعداد واحد اثنان ثلاثة لأرتب العمال بحسب حدوثي هنا يتناول الطعام يستيقظ من النوم يفرشي أسنانه أول عمل أقوم به ماذا سيكوني أول؟ أحسنتم أستيقظ من النوم إذن سيكون رقم واحد بعد أن أستيقظ من النوم ماذا أفعل؟ أتناول الفطور رقم اثنان ثم أفرشي أسناني حتى تبقى نظيفة ولعمعة أكتب نشاط أقوم به في كل وقت من الأوقات التالية في الصباح ماذا أفعل في الصباح يا أول؟ أفرشي أسناني لدينا عدة أعمال يا أول ولكن سنكتب مثال أفرشي أسناني في الصباح الآن ما هو عمل أقوم به في الظهر؟ أتناول الغذاء أتناول الغذاء يا أول في الظهر في المساء ماذا تعمل في المساء؟ نشاط تقوم به تحل واجباتك المدرسية تحل واجباتك أو عندما تقول عن نفسك أقول أحل واجباتي المدرسية سأعدلها وأكتب أحل واجباتي التفقير المنطقي أرسم عملا أقوم به قبل ذهابي إلى المدرسة وبعدها إذن يأوذ كل طالب يقوم برسم رسمة مناسبة ما العمل الذي أقوم به قبل الذهاب إلى المدرسة؟ أفرشي أسناني بالفرشاتي والمعجون أو أتناول الفطور هذا يكون قبل الذهاب إلى المدرسة الآن بعد العودة من المدرسة ماذا تفعل؟ أتناول الغداء أيضا أو قبل حتى يجب أن أغسل يدي بالماء والصابون أتناول الغداء أحل واجباتي المدرسية عدة أعمال يا أول كل طالب يرسم كما هو يفضل ننتقل الآن إلى كتاب التمارين يا أول صفحة ثمانية وعشرون وأكتب واحد اثنان ثلاثة أربع لأرتب الأعمال بحسب حدوثي أول عمل أقوم به يا أول نبدأ في الصباح ماذا؟ أستيقظ من النوم سيقول رقم واحد أيضا بعد أن أستيقظ من النوم ماذا أفعل؟ أتناول الفطور ثم بعدها أفرشي أسناني وأخيرا أذهب إلى المدرسة أكتب واحد اثنان ثلاثة أربع في المربع لأرتب الأعمال بحسب حدوثي هنا يا أول هذه الأعمال أرتبها حتى نصنع نبتك الآن كيف أزعفها؟ كيف أزرع هذه النبتة؟ أولا يا أول نضع التربة في الوعاء هذا أول عمل حتى أقوم بزراعة نبتة بعد أن أضع التربة ماذا سأفعل؟ أضع البذور في الوعاء هذا العمل الثاني الآن ددينا تربة في البداية الآن وضعت البذور فوقها وأغطيها بالتراب ماذا أفعل بعدها؟ أسقي النبتة حتى تنمو وتصبح كبيرة ويجب يا أول أن أعرضها إلى الشمس أضع الوعاء في الشمس هذه يا أول الأعمال التي أقوم بها بالترتيب حتى أستطيع أن أزرع هذه النبتة أرسم عملين أقوم بهما بعد أن أستيقظ من النوم بعد أن أستيقظ من النوم ماذا أفعل؟ أبدأ هنا ممكن أفرش أسناني بالفرشات والمعجون نرسم رسمة جميلة هنا يا أول وأيضا أتناول الفطور أستعد للذهاب إلى المدرسة إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم